نعم بدر أربع عمليات حتى هذه اللحظة أعلن عنها حزب الله الملاحظ في هذه العمليات أن غالبيتها أو ثلاث من هذه العمليات استهدفت أماكن استقرار للضباط ومواقع انتشار لجنود الإسرائيليين والعميالية الأخيرة التي أعلن عنها كانت لاستهداف للمستعمرة حزب الله كان قد أكد في أحد بياناته أنه حقق إصابات مؤكدة في مقر القيادة المستحدث في الييت هذا الهجوم الذي تم بالمسيرات الإنقضاضية ذات القدرة التدميرية العالية أما الاستهدفات الإسرائيلية بعد هدوء حذر طوال اليوم على الجبهة الجنوبية اقتصر على قصف مدفعي على بعض البلدات والقنابل الحارقة على أطراف بلدة يارين بهدف إحداث الحرائق بالأشجار الحرجية قبل قليل وتحديدا خلال النصف ساعة الماضية كان هناك ثلاث غارات متتالية على بلدات حولة وعيت الشعب هذه الغارات جاءت عقب العمليات الأربع التي نفذها حزب الله لكن الهدوء هذا كان تزامنا مع ما أعلن الجيش الإسرائيلي من عمليات مناورة للاستعداد للقتال على الأراضي اللبنانية كما كان يذكر وذكرت إذاعة الجيش ويأتي أيضا بعد عمليتين اختيال إحدى هاتين العمليتين كانت قد فشلت يوم أمس عملية استهدفت سيارة على إثرها وقع الشهيدين في الخردلي وعملية أخرى فشلت للاختيال كانت لدراجة وعادة بعد فشل عمليات الاختيال يكون هناك هدوء ثم تتصاعد الغارات نشير أيضا بدر أخيرا أن هناك ترقب في جبهة جنوبية لعمليات التصعيد ضد المدنيين والنازحين في غزة نعم بدر من مرجعيون مرسلات التلفزيون العربي هدي النماز شكرا جزيلا لك هدي ترجمة نانسي قنقر